الحمد لله رب العالمين خلق كل شيء فقدره تقديرا وملك كل شيء فدبره تدبيرا وشرأ الجين للناس كافة فيسره تيسيرا وفضل بني آدم على كثير من المخلوقات تفضيلا له الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر ولله الحمد عباد الله الإسلام دين شامل لنظام الحياة كلها ودين حاكم على شؤون الناس عباد الله الإسلام دين على شؤون الناس بأجمعها كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولهذا أمرنا الله جميعا أن نكون مسلمين وأن نتمسك بتعاليم الإسلام كما أنزلها الله في كتابه وبلغها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونهان الله تعالى عن التفرق باتباء ما يخالف الكتاب والسنة فقال أزوجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال أيضا جل وعلا وأن هذا صراقي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتكون ذلك لأن الإسلام ذلك لأن الإسلام هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة وهو سبيل الخلاص من الشقائي في الدنيا والآخرة قال الله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له مئيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون والمسلمات في مثل هذا اليوم المبارك خطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ميناء فقال للناس في خطبته إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم فلا ترجعوا بعض كفارا يطلب بعضكم رقاب بعض قال ابن أباس رضي الله عنه وهو ممن روى هذا الحديث فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائد رواه البقاري وهذا دليل واضح على أن الإسلام يربي أتباعه على حفظ حقوق الناس على حفظ حقوق الناس في الأنفس والأموال والأعراض مما يوفر الأمن والسلام والاستقرار والقود عن كل فساد في الأرض وعن كل ما يخل بالأمن والاستقرار في البلاد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر للمشاهدة 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 أما هم تكلم من أن تتعلم هكذا يبدا التعلم من كل الإسلام هم تتعلم من الإسلام ويحصل على علم الجب وووووان هو السبك فرو إسلام وأن تعلم إنها ووووان وسط عبر شدت معه أثناء أثناء مرشان السبكات من العمل نعم كمكي بهم يمسط تبع لا بهم يمسط نعم فهم يمسط تبعني إسلام كالإسلام وسائل امني كونيك للها بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفع لي وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحاتيم أقولوا هذا واتفه الله لكم وليسائي المسلمين من كل دمب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويضى اللهم لك الحمد على ان هديتنا الى الاسلام ولك الحمد على ان بلعتنا عيد الاضحى المبارك اخر عيدي العام اللهم فبارك لنا في عيدنا وفي عامنا هذا وفي عامنا المستقبل القابل ايها الاخوة والاخوار ان اهل السنة في كل زمان ومكان منهجهم هو منهج الاسلام وهو منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الامة من الصحابة والتابعين وهم يجتهدون في السير على هذا المنهج علما وعملا ودعوة مستعينين بالله تعالى في ذلك واننا لا نرضى ولا نرضى ابدا ان يلصق بالاسلام ما ليس من تعالم الاسلام ولا نرضى ولا نرضى كذلك ان يقال للسلفية ما ليس من منهج السلف لان السلفية عندنا هي اتباع سلف الصالح الذين هم خير هذه الامة واتباعهم والتمسك بما كانوا عليه هو النجاة من البدع المحدثة والفرقة المهلقة وهو الطريقة الصحيحة لتطبيق الاسلام عقيدة وعبادة واخلاقا وادابا فاللهما ربنا اعلنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنظل برحمتك يا رحمة الرحيمين احبتي في الله ان العيد شرع في الاسلام لاقامة ذكر الله والتقرب الى الله عز وجل بانواع الكربات واذهار الفرح والسرور بدين الله وهدايته وتوفيقه وافضل ما نعمله بعد اداء صلاة العيد زبح ما تيسر من بهيمة الانعام بنية العبادة اتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واهياء لملة ابراهيم خليل الله عليه السلام ويستمر الزبح الى ثلاثة ايام بعد يوم العيد وهي كلها ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى ويكثر المسلمون من التكبير في هذه الايام بالصيغة الواردة وهي الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ويشرع للمسلمين ان يهنئ بعضهم بعضا بمناسبة العيد وان يتزاولوا وان يتهادوا وان يتواصلوا تحقيقا لاخوة الاسلامية والرابطة الايمانية واهم ذلك ان يدعو الله تعالى ربهم وإلههم الواحد الذي لا شريك له بالتمكن في الدين والثبات على الرشد والامن والسلام والاستقرار في الديار والبلاد وتعالف وتعاون على الخير والتراحم بين العباد والمواطنين تقبل الله صلاتكم وعض حاياكم وعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته ترجمة ناما ترجمة ناما حس meaningless ترجمة ندر حل المواطنين توقيت أطلقوا بفرسيا وضع لمساعدة البعض توقيت مطاق سنعيدة أطلقوا بسثارة البعض وبعد ذلك ، اسم تقول أيها الٰ ترحب ماذا لو ذكرت تعلم من نوعي من النوع من نوعي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر